من جديد تصدر السلطات الإيرانية أحكام إعدام جديدة في إطار إجراءات القمع المستمرة بحق المعارضين السياسيين. منظمات حقوقية إيرانية أكدت أن المحكمة العليا في إيران أيدت حكم الإعدام بحق السجين السياسي الكردي يوسف أحمدي المعتقل مع ثلاثة آخرين بتهم مثيرة للجدل والسخرية في آن. المنظمات أشرت في بيان أن محكمة أخرى في جنوب غرب البلاد حكمت على السجين السياسي علي عبيداوي بالإعدام وعلى شقيقه حسين عبيداوي بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً وهما من عربي الأحواز واعتقلاء عام 2019. من جانبها دعت رابطة المنظمات والجمعيات الإيرانية في أستراليا الحكومة الأسترالية لاتخاذ إجراءات فورية ضد انتهاك حقوق الإنسان في إيران. المنظمات وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيسي والمدعي العام في البلاد مارك دريفوس تطالب فيها بالضغط على طهران لإنهاء عقوبة الإعدام بحق النشطاء والسياسيين والمتظاهرين. وأدنت المنظمات في الرسالة إعدام السلطات الإيرانية مؤخراً المتظاهر محمد قبادلو والسجين السياسي فرهاد سليمي واعتبرت إعدامهما تجاهلاً واضحاً لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان. مطالبة كانبرا باتخاذ إجراءات حازمة ضد طهران. ومن بين مطالب الموقعين على هذه الرسالة أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات الإيرانية وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. ومراجعة تواجد الدبلوماسيين والمنظمات وممثلي إيران في أستراليا واتخاذ الإجراءات الكاملة ضدهم. وتزايدت عمليات الإعدام في إيران مؤخراً وسط تنديد دولي واسع النطاق ودعوات لوقف عقوبة الإعدام والمطالبة بإلغائها. وإيران تأتي بالمرتبة الثانية في العالم فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وفق منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان بما فيها منظمة العفو الدولية.